السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا بنات عاملين اي رب تكونوا بخير النهاردة هنشتغل مع بعض مشروع اا هو سهل ومش سهل مش هو مطلب الطلب نزلت انا صورة جاكت كده اا هو ملوش فيديوهات اا انا كنت عملت الغرزة بتاعته على القناة اصلا اا هنعمل حاجة قريبة منه قوي ان شاء الله بامر الله هو جاكت زريف جدا ينفع بناتي ولادي بس انت اختاري اللون. يعني اه اختارتي لون مناسب للبنات خلاص هيبقى بناتي ما فيوش اي حاجة لو اختارتي لون ولادي هيبقى برضو ولادي يعني ماشي على الاتنين بالزبط. تمام? اه هنشوف الاول ازاي هناخد المقاسات انا هشتغل الاول بخيط كارما وهشتغل بابرة مقاس اربعة. انت محتاجة ابرة مقاس كبير مش صغير. اه ممكن تشتغل اربعة اربعة ونص كمان. الغرزة دي بتحتاج ابرة اكبر من المقاس. ماشي? هنشوف الاول هناخد المقاسات ازاي? ما لقيتش قدامي غير العروسة دي جيبتها لكم من البلكونة علشان خاطر ناخد عليها المقاسات. انت بتحتاج المقاس الاول من هنا. من عند كتف الطفلة من هنا. للطول اللي انت حباها للجاكت. الطول اللي انت حباها للجاكت. يعني ايه دي? المقاس ده بتحتاجي. من هنا لهنا. ومن فين تاني بقى? ومن هنا. ومن تحت القبط هنا. من المكان ده. لبرضو الطول اللي انت حباها للجاكت. ماشي? وبعدين مقاس اكبر حجم دوران اكبر حجم. اللي هو الدوران ده. مش. طبعا ده جاكت مش بلوزة. فهنرح رح شوية. ونعمل حساب ايه? نعمل حساب زيادة. 2 سنتي هنا. و2 سنتي هنا. للمرض. تمام? لايه? للمرض. عشان هو اصلا هنشتغله كله على بعضه. يعني ما تمسك ليش كده? وتقولي ده مقاس البلوزة. لأ. بحباح ايديك شوية. او ايسي على جاكت عندك. وهتيسي بمقاس المرض. تمام? المرض ده هي يعني الغرز اللي احنا هنشتغلها معمول حسابها المرض. مش هنشتغل تاني مرض خارجي. ماشي? فانت خدتي المقاس من هنا هتزودي اتنين سنتي الناحية دي واتنين سنتي الناحية. دي انا هنزودي اربعة سنتي اجمالي على الدوران اللي احنا خدناه. دوران اكبر حجم اللي هو ايه? منطقة الهمش من هنا. وطبعا طول الكم. تمام كده? بعد ما خدنا المقاسات بتاعتنا. هنسمي بالله ونبتدي مع بعض سلسلة هنبتدي من فين? من هنبتدي من تحت من مقاس اللي احنا خدناه اللي هنا. اللي هو دوران اكبر حجم هنا. ده السلسلة يعني احنا خدنا المقاس ده وزودنا الاربعة سنتي. هنمسك المزورة ونشتغل سلسلة بطولها. ونراعي ان عدد السلسلة دي يكون عدد فردي. تمام? عدد فردي. فرض طلع معانا عدد زوجي. طلع معانا مسلا ستين سلسلة. زودي رقم خليها سبعين اه واحد وستين سوري. طلع معانا سبعين زودي رقم وخليها واحد وسبعين وهكزا. هنزود يعني مسلا طلع تاني معانا ستة وستين خليها سبعة وستين. لازم رقم يكون رقم فردي. هنسمي بالله ونبدأ مع بعض. في حاجة مهمة قوي نسيت اقولها ان احنا هنجيب الزراير بتاعت الجاكت ده. الزراير دي اهي بتيجي على بعدها الوحدة كده. الزرار وراكب فيه الجلدة بتاعته. بتتباع عادي جدا عند اي حد بتاع زراير. اي حد بتاع زراير هتجيبيها. لو انت هتعملي الجاكت زي الجاكت الاصلي. حبة هتعملي بزراير عادية وبعروة يبقى وانت شغالة في جسم الجاكت هتسيبي غرزة مكان العراوي وبس مكان اللي هي اللي هتركيبي فيها الزرار. يعني هتسيبي غرزة في الاماكن انت بقى دي هتقدريها مكان الزراير. بس انا هعمله او الطريقة اللي هعمله بيها. هركب دي. جبت اتنين. اهم. طيب الواحدة بكام من دي الواحدة بعشرة جنيه. دي بعشرة ودي بعشرة. هي بتيجي على بعضها كده. راكب فيها الجلدة بتاعتها دي كده. وراكب فيها الزرار. اهي. هتسبتيها بقى انت على جسم الجاكت خياطة او هتلزقيها. على حسب ما انت هتركبيها. اهي. لان الجاكت راكب فيه كده. وللعلم كمان. انا لفيت عشان اجيب لون فاتح غير الاسود. ما لقيتش قال له موجود اسود. انا جايباها من هنا من الزقزين. من محلات الزراير عادي اللي في شارع المكاتب. انت هتلاقيها عندك في اي محل بتاع زراير. اي محل بيبيع زراير هتلاقيها. اسمها آآ بتاع وحدة زراير او مجموعة زراير سن الفيل بالجلدة بتاعتها. هو الراجل اللي كده. تمام? نبتدي بقى ونسمي بالله ونبتدي الشغل بتاعنا. هنعمل عقدة البداية. ونشتغل. عدد السلاسل زي ما قلنا عدد فردي. ستة سبعة تمانية تسعة عشر وحداشر اتناشر تلتاشر خمستاشر عشرين. دول عشرين سلسلة تجريبية. دول انا هعمل قطع تجريبية علشان اوريكو بس على الغرزة. هي الغرزة موجودة على القناة. وهحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. بس هنشرحها مع بعض. زي ما قلنا السلسلة دي هتبقى على المزورة هي دوران اكبر حجم زائد اربعة سنتي زيادة. بعد ما اشتغلنا عدد سلاسل فردي هما انا اشتغلت واحد وعشرين. هقول تاني دي قطعة تجريبية. ماشي? هشتغل سلسلة دي سلسلة ارتفاع غير معدودة. ماشي? هدخل في اللي بعدها من تاني سلسلة من الابرة. واعمل غرزة حشو غير مكتملة. يعني ايه غرزة حشو غير مكتملة? يعني هدخل. واخد لفة على الابرة واخرج معي لفتين. هروح جاية دخلة في الغرزة اللي بعدها. واخدها برضو. لفة وطلعها بق معي تلات لفات. هاخد لفة واخرج من التلاتة مرة واحدة. كده يعني معي غرزة تناقص. تناقص بغرزة الحشو. واعمل سلسلة. هيجي على اللي بعدها. هدخل واعمل برضو تناقص تاني. ادي اول لفة غرزة. وادي تاني. غرزة. تمام? وهاخد لفة على الابرة واخرج من التلاتة مرة واحدة واعمل سلسلة. اللي بعديه برضو هعمل غرزة تناقص بغرزة الحشو. هدخل كده. واخد لفة واخرج. وبعدين اللي بعدها. لفة واخرج معي تلاتة. هاخد لفة على الابرة واخرج من التلاتة مرة واحدة. وبعدين سلسلة. تاني. تناقص تاني. هفضل مشى كده. اهو. وبعدين سلسلة. اللي بعدها. اهو. لفة على الابرة واخرج وسلسلة. هفضل مشى كده لنهاية الدور. انت طبعا زي ما قلت شوف انا عمالة بنبه انت اش هتعمل الواحد وعشرين دول ده الواحد وعشرين دول ما يعملوش آآ جاكت لاصباعك يعني. مش مش مقاس ده. دي كتعة تجريبية. اهو. وسلسلة. واني يجي اهو اخر. اتنين ده هم اخر تلاتة. يعني اه دي اتنين هم. عملتهم. تناقص. وسلسلة. الاخيرة دايما بتبقى معي غرزة حشو فقط. عادية بس. غرزة حشو واحدة بس. بعد كده بارتفع سلسلة. ولف الشغل. بدخل فين بقى. بصوا معي كده. بدخل هنا. وهنا. فين يا بنات هقول تاني هندخل شايفين دي اهي. اربس. هنا وهنا. خد. اهو. اوسعت خلص اهي. شايفين المكانين دول اللي قدامكم. هدخل هنا. اعمل اول غرزة حشو غير مكتملة. وبعدين في المكان اللي بعدها ده. هدخل اعمل تاني غرزة غير مكتملة. واسحب واخرج من التلاتة مرة واحدة. وبعدين سلسلة. الدور اللي بعدها. او الغرزة اللي بعدها. بصوا يا بنات. انا ماليش دعوة بالغرزة هنا. انا بدخل. هنا. وهنا. بصوا في سنة هي. او في فتلة هي بدخل في قبلها. وبعدها. بعمل غرزة التناقص كده. اهي هنا كده اهي. ادي اول واحدة. وادي التانية. واخد لفة واطلع من التلاتة مرة واحدة. واعمل غرزة سلسلة. اللي بعدها. بصوا. احنا برضو قلنات اعمل ناشدعوة بديه. بنشتغل في اهو. شايفين العينين دول اهم. بدخل اول لفة في دي. وتاني لفة في العين اللي بعدها اهو. واخرج من تلاتة مرة واحدة واعمل سلسلة. هي الغرزة بتاعتي كلها عبارة عن كده اهو. واعمل سلسلة. تاني بصوا يا بنات. بدخل هنا اهو. اخد لفة واللي بعدها. اخد لفة واعمل سلسلة. وهسيب لكم برضو فيديو توضيحي للغرزة شرحة فيها باستفادة جدا. هخلص كده لنهاية الدور. هي الغرزة كلها عبارة عن غرزة تناقص. بغرزة الحشو سلسلة. تناقص سلسلة. تناقص اللي بعدها اخر تناقص اهو. تمام? سلسلة. طيب. بعد ما بخلص كده. اخر غرزة في السطرة عندي بتبقى ايه? بتبقى غرزة حشوة عادية جدا. وارفط لع سلسلة ارتفاع والف في الشغل. وادخل زي ما قلنا. اهو. هنا وهنا. الغرزة بتبقى عبارة عن غرزة تناقص. اهي. هنا. اقول لفة. اهي. وادي التانية. واخرج من التلاتة. وسلسلة. وهكزا. اللي بعدها اهو. هنا. وهنا. سلسلة. طيب بافضل مشيا كده. رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي. لغاية فين يعني هوريكم الكطعة اللي شغالة فيها. اهي. اللي انا شغالة فيها الكبيرة. بصوا. شكل الغرزة اهو. دي هتبقى زي كده. اهي. طيب. انا هفضل شغالة كده لغاية فين? انا طبعا زي ما قلنا منشتغل من تحت لفوق. ماشي. طبعا المقاس اللي انا هكدته بالمزورة. من هنا من تحت الابط. من تحت الابط هنا. الى فين? الطول اللي انا حبيه. من تحت الابط. للطول اللي انا حبيه. المقاس ده هو اللي انا هشتغله على المزورة. من تحت الغاية تحت الابط. تمام? ما خطيش مقاس بالمزورة هتيبقى جاكت لبنتك او لابنك. وحطيه وحطي دي من تحت كده هتشتغلي من تحت الغاية تحت الابط. تمام? وهي مفروضة. هي زي ما قلنا وبمقاس ده وران اكبر حجم. اهي. هخلص بقى بنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليها دي الغاية لما اوصل للمقاس المطلوب. ونرجع تاني. انا هوريكم معايا هنا في الكتعة الكبيرة اللي انا شغالاها. اهي بصوا شكل الغرزة. زي ما قلنا ان دايما اخر غرزة بتبقى غرزة حشو بس عادية. وبعدين نطلع بسلسلة ارتفاع ونلف الشغل. تمام? لما بتلف الشغل بس بتلاقي ايه? بتلاقي في خيط اهو. وفي فتحة قبله وفتحة بعده. بتدخلي من قلب غرزة الحشو اللي هي دي اللي هي قبل الفتلة دي بتدخلي. بعد ما عملنا سلسلة الارتفاع بتلف. اهي تدخلي هنا تعملي اول لفة في غرزة الحشو غير المكتمل. ماشي? تدخلي في اللي بعدها. تاخدي اللفة التانية. بقى معاك تلات لفات على الابرة. تاخدي لفة وتخرجي من التلاتة مرة واحدة وبعدين سلسلة. اوعي تنسي السلسلة. لان السلسلة دي اللي بتعود غرزة الحشو اللي انت بتعمليه. نيجي للي عليها الدور اهي. هي شرحة نفسها. بصي تمسكي شغلك كده. تلاقي في خيط في النص او عمود في النص كده. وانت بتشتغلي قبله وبعده. كده لفة اهي. وادي التانية ونقفل غرزة الحشو. الحشو تناقص يعني وسلسلة. وهكزا. هنخلص بقى للطول اللي احنا عاوزينه. بعد ما نوصل للطول اللي احنا عاوزينه هنرجع علشان نشوف هنعمل ايه. تمام? انا كده شرحت الغرزة كويس. وهبرضو هرجع تاني واقول لكم هسيب لكم تاني فيديو للغرزة. اهو يا بنات وصلت للطول اللي انا عاوزاه. اهي الكتعة اهي. حابة اوريها لكم. واقول لكم انا وصلت لطول قد ايه? لستة وعشرين سنتي. تمام? ده الطول لغاية زي ما قلنا تحت الابت. اه لو هتقولولي المقاس الكتعة اللي انا شغالة فيها دي. قد ايه? انا شغالة الكتعة دي. عرضها. عرضها خمسة وستين سنتي. وزودت شوية خليتها تمانية وستين. زي ما قلنا عشان نعمل حساب المرض. والطول. ده لغاية تحت الابت قلنا ستة وعشرين. الكتعة اللي انا شغالة فيها دي المقاس من تلات الى اربع سنين. من تلات الى اربع سنين. تمام? يعني عندي المقاس اهو اللي هو. دوران. دوران اللي هو دوران اكبر حجم زي ما قلت كان بالنسبالي على المزورة كله 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 على بعض ودي مفروضة كده خمسة وستين. وزودت خليتها تمانية وستين. عشان المرض. طيب بعد كده هعمل ايه? لما وصلت لغاية تحت الابت للمقاس اللي انا عاوزة? عايزة اقسمها. هقسمها ازاي? او هقسمها ليه? علشان افصل الجزء الامامي لوحده. والجزء الخلفي لوحده. طيب. الغرزة عندي هنا كده. ماشي? متقسمة زي واحدات اهيه شايفين كده? عاملة ايه? زي مربعات كده. هو المربع ده عبارة عن غرزتين. اللي هي غرزة الحشو المتناقص او غرزة التناقص. والسلسلة. ماشي طيب. هعدهم ازاي? هعد كده. دي واحدة. دي التانية. دي التالتة. دي الرابع. هعدهم واحدة واحدة. علشان افصل زي ما قلنا. هقسمها ازاي? الاول هاخد غرزتين من هنا. من قدام دول هسيبهم. دول المرض الناحية دي. هجيب طبعا العلامات بتاعتي. غرزتين اهم. واعلم هنا كده دول المرض الاماني. اللي الجنب ده. ودول اتنين اهم. ادي واحدة وادي التانية. المرض التاني. طيب. هعد بعدهم كده. كم واحدة? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر. بصوا هو. يعني هنعد كده انا عدهم طبعا هم كام واحدة من غير الاربعة اللي انا طلعتهم دول. واحد وستين. تمام? واحد وستين غرزة. هيبقى معايا للامام. الواحد وستين غرزة هنقسمهم ازاي? هنقسمهم على اتنين. خد يبالك عشان اي رقم عندك هتمشي بالحسبة دي. هتطلعي هنا اتنين وهنا اتنين. للمرض والباقي هتقسميه على اتنين. اللي اتنين دول جزء للامام وجزء للخلف. الجزء الخلفي هيبقى النص والامامي هيبقى النص. ربعة هنا وربعة هنا. تمام? طيب انا معايا اطلع الباقي واحد وستين. هقسمهم ازاي? نفيه عندي كده غرزة زيادة. الغرزة الزيادة هخلاها في الظهر. يعني الظهر هيبقى واحد وتلاتين. والامام هيبقى كام? هيبقى تلاتين. خمستاشر الناحية دي وخمستاشر الناحية دي. تمام كده? فهاجة اعد من هنا خمستاشر غرزة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر. وحط علامة. كمام كده? وارجع اعد هنا من ورا. الخلف بقى القطع دي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستتاشر سبعتاشر تمانتاشر تسعة عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة عشرين خمسة عشرين ستة وعشرين سبعة عشرين تمانية عشرين تسعة عشرين تلاتين واحد وتلاتين ونحط علامة. هيتبقى كده دول كام? الخمستاشر غرزة اللي قلنا عليكم هدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر طلعتاشر اربعتاشر. خمستاشر غرزة. تمام كده? فهقوم تانية كده. اهو. كده. طيب بعد كده هعمل ايه? كده انت عارفة ان اول غرزتين دول اللي انت سيبعهم دول هم المرض. خلاص انا كده مش محتاجة غرز المرض ده انا عارفهم. بس هسيب غرز اللي اسمى الامام عن الخلف. هسيب العلامة. طيب هعمل ايه? هشتغل بنفس الطريقة بتاعتي. سلسلة الارتفاع. هشتغل بنفس الطريقة بتاعتي غرز لغاية فين? لغاية العلامة. طبعا احنا عارفين طلعنا غرزة الارتفاع وهو بندخل هنا. اول لفة وهنا التانية. ونعمل غرزة الحشو. تناقص وسلسلة. تمام? وهكزا. هنفضل ماشين لغاية غرزة العلامة. هخلصها لغاية غرزة العلامة وارجعلكم تاني. وقسلت هيا بنات لغرزة العلامة. مشي. بعمل اخر غرزة اهو. وانا. سوري نسيت السلسلة. اخر غرزة اهو. وصلت عندها غرزة العلامة اهي. ما بشتغلش فيها خلاص بسبع. وبطلع سلسلة ارتفاع ولف الشغل. وهفضل بقى ايه? كاني طلع سطر جديد اهو. مش هكمل شغل. ده ليه? لاني عايزة افصل الجنبين الامامي والخلفي. الامامي يعني الجنبين الامامي والخلفي. هفصلهم عن بعض. فانا كده هشتغل. هكمل بقية طول الجاكت. طبعا احنا قلنا هناخد طول الجاكت. ماشي. انا بالنسبة لي عملت الجزء اللي هو من بعد تحت الابط. لتحت ده كان ستة وعشرين سنتي. وبالنسبة للمأس اللي عندي اللي هو من تحت الابط. لفكت في فوق هشتغل كمان خمستاشر سنتي. علشان يبقى المجموع كام? يبقى المجموع واحد واربعين. هو واربعين. ماشي? طبعا انا زي ما بقول لكم المأس من ثلاث الى اربع سنين. الطول البنوتة وحجمها هيفرق عندكم عن المأس اللي انا ايلاه. تمام? يعني مثلا لو البنت ادخن او ارفع اطول او اقصر. يعني ده مأس ده يعني ايه متوسط المأس. على حسب ما انت بقى ايه حبا? تغير المأس ده عني. فاحنا دلوقتي هكمل دوقتي انا اشتغلت بشتغل اهو في اول سطر. هفضل رايحة جاية كده. عشان الجزء ده يطول. هشتغل عدد اسطر الله اعلم بيها. بس هشتغل كم سطر? هشتغل ايه ايه اقصدي كم سنتي? خمستاشر سنتي. الجزء ده فقط. من هنا لهنا. هفضل رايحة راجعة. على الجزء ده بس. وده مش هشتغل عليه خالص دلوقتي غير لما خلص ده. هخلص الطول المناسب بالنسبة لي في الجزء ده كده. وارجع لكم تاني ان شاء الله بأمر الله. زي ما قلنا. العلامة ما لنشعى خلاص. احنا سيبين العلامة ما تخلعيهاش. انت هتشتغل هنا. توصلي الغيت هنا وترجعي تاني. توصلي لغاية هنا وترجعي تاني. كده وهكزا. لغاية الجزء ده ما يبقى طوله خمستاشر سنتي. تمام? هخلص دي وارجع لكم ان شاء الله بأمر الله. اهو يا بنات الجزء بعد ما خلص. ماشي اهو. نقيس كده اهو معنا. خمستاشر سنتي. اهي. تمام? ده كده. اللي هو ايه? ربع او او نص نص الامامي. تمام? لان احنا زي ما انتم عارفين بنعمل جاكت. اهو. احنا لما عملنا كده. ماشي. لسه باقي. هنشتغل الخلفي. والنص الامامي التاني. طيب انا دلوقتي بعد ما خلصت. هنا. هقطع الخيط. اهو. هقطع. الخيط. وهاجي هعمل ايه? ماشي. العلامة اهي اللي احنا كنا سيبنا. هنشيل العلامة. وهنوصل الخيط بتاعنا. هنا الدور كان على الغرزة دي. هنوصل الخيط هنا. وهنعمل الغرزة الاولى. وهي بنات هنعمل الغرزة الاولى. هشتغلي على حتة الخيط اللي معاك دي. علشان نخفيها جوه الشغل. وايه دي? الغرزة اللي بعدها. هشتغل كده. لفين? لغاية العلامة التانية. اللي هي دي. هشتغل السطر كده ده لغاية العلامة زي دي. وهيبقى جزء برضو منفصل. هشتغل معاكو السطر ده عشان مش تطلخبطه. ونشوف بنقفله ازاي. ماشي. هشتغل السطر لغاية العلامة. العلامة دي وارجع لكم ان شاء الله. بعد ما وصلت هنا لغرزة العلامة هي بنات. انا هتعامل طبعا كأنه ده احنا بنطلع هنا سطر الارتفاع. ما بكملش هنا. زي ما عملنا في الجزء الاولاني. بعمل سلسلة الارتفاع. وبلف الشغل. وبرجع تاني. اهو. تمام كده. هكمل لنهاية السطر ده. ووريكو برضو بنرتفع من الناحية التانية. شكلها بيبقى عامل ازاي? علشان ما نطلخبطش. هكمل السطر. وارجع لكم تاني. وصلت هنا لهاية السطر. ماشي? طبعا اخر غرزة زي ما احنا عارفين ومتعودين بنعملها غرزة حشو. دايما اخر غرزة في السطر. بتبقى غرزة حشو فردية. تمام? معين. شايفين? الجزء ده اهو. وانا هنا ما بنوصلش ولا اي حاجة. لان دي هتبقى فتحة الكم. اه فتحة اللي هي من تحت الابط. يعني الحتة دي كده هي تحت الابط. وهنا الدراع. ماشي? هنطلع سلسلة ارتفاع. ونلف الشغل بتاعنا. ونكمل اسطورنا عادي خالص. طيب. هشتغل لغاية امتى? او لغاية ما طول هيبقى قد ايه? نفس الخمستاشر سنتي. نفس عدد السطور اللي اشتغلتهم في الجزء. اللي انا لسه مخلصاه. هي نفس يعني عدد السطور دي. هي هتبقى نفس عدد السطور اللي هشتغلها هنا. طيب وبعدين بعد ما بخلص الجزء ده عدد سطوره زي ده. بقطع الخيط وايجي اوصل الخيط من هنا. واعمل الجزء ده كمان. رايح جاي نفس ده. تمام? ونفس ده. يعني نفس عدد السطور اللي هشتغلها هنا. هي نفس عدد السطور اللي هشتغلها هنا. نفس عدد السطور اللي هشتغلها هنا. بس ستبقى اجزاء زي ما انتو شايفين كده منفصلة. هخلص بقى الجزء ده. واوصل وقتع الخيط واوصله. واخلص الجزء ده. وارجع لكم ان شاء الله عشان نشبك مع بعض. اهو يا بنات خلص خلصنا. وقدينا في اخر غرزة من الجزء ده. غرزة الحشب. ونقص الشغل. ونقص الشغل يا بنات. اهو. طبعا بتعمل حسابك في حتة كده علشان ايه? تخفيها في الشغل. كده معي الجاكت بقى مفتوح. وعايزين نقفل المنطقة بتاعت. اهو. نقفل كده ونطلع بقى ايه? الكتف والرقبة وكده. طيب. قبل ما اقفل لازم احدد بما ان احنا شغلين. رايح جاي. كل الجاكت علم فتوح. رايح جاي. يبقى لازم احدد في اللحزة دي الوش من الظهر. طيب ايه هي النقطة اللي هتحددلي الوش من الظهر. وانا كل الشغل بالنسبة لي واحد هي سلاسل البداية. او غرز البداية معي. شوفي وش السلاسل فين? وضهرها فين? شايفين الفرق بين الظهر? ده الظهر. كله اناطر اناطر اهو. الوش اهو. تمام? يبقى ده الوش وده الظهر. هي الحتة الصغيرة دي اللي بتحدد الوش من الظهر. يبقى ده ايه? ده شكل الظهر. وده شكل الوش. طيب انا دلوقتي هخيط على الظهر. فانا ايه? هخلي الوش الجو. واقفل الجاكت بتاعي معي كده. طيب. طبعا انتو فاكرين ان احنا سايبين غرزتين من البداية. اللي هما كانوا ايه? اللي هيبقوا المرض. طيب. هحدد القفلة من هنا ازاي? بقسمها الجزء ده كده بتعدي غرزه وتقسميه على تلاتة. تسيبي الكتف ده. هنا تلت والكتف ده تلت وفي النص التلت الباني. طبعا انتو فاكرين ان احنا كنا عاملين الجزء الامامي من غير المرضات. تلاتين غرزة والخلفي واحد وتلاتين غرزة. فبما اننا هنقسم التلاتين غرزة على تلاتة يبقى عشرة وعشرة وعشرة. انا بقى مش هعمل عشرة وعشرة وعشرة. انا هعمل تسعة وتسعة واسيب في النص من قدام. هيبقى اتناشر ومن ورا تلاتة عشر. تمام? فانا هعد من هنا. طبعا احنا قولنا ان الغرزة دي بتبقى اتنين عشان ما تفتكريش ان البداية هيبقى تلاتين سلسلة ولا ستين سلسلة. لأ. هي الوحدة دي بتبقى اصلا غرزتين. عشان احنا عاملين تناقص. فاحنا هنعد هنا كام واحدة ونعلم. هنعد تسعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. تمام? وزيهم من الخلف تسعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. هم التسعة التسعة. وشبكي علامة. والناحية التانية هتعملي نفس الموضوع. هتعدي تسعة ده متسعة من وراء وتشبكيهم مع بعض. بعلامة. هعملها هي كمان. نعلمها وارجع لكم. اهو يا بنات بعد ما حطيت العلامتين. فاحنا كده هنوصل للخيط. من الحرف من هنا للكطع دي ونشتغل نقفلها. خلي بالكو يا بنات زي ما قلنا. احنا هنقفل دلوقتي على المقلوب. ما تنسوش. هدخل اهو من هنا. ومن هنا. واقفل. عايزة تقفلي بحشو. اقفلي. عايزة تقفلي بمنزلقة. اقفلي. انا بحب اقفل بغرزة حشو. تاخد الغرزة دي اهيه. وما يقابلها. واشتغلي على الخط معاكي الزيادة. واعملي غرزة حشو. اهو. دي. وما يقابلها. وتعملي غرزة حشو. اشتغلي على الفتلة دي اللي ورا دي عشان خاطر نخفيها جوه الشو. اهو. غرزة دي وما يقابلها ونعمل غرزة حشو. ماشي? تاني. اهو. وما يقابلها. واعمل غرزة حشو. هخلص لغاية العلامة وارجع لكم. اهو يا بنات وصلت للعلامة. بعد ما بوصل للعلامة بعمل ايه? هقطع الخيط. اهو. تمام? واشيل خلاص العلامة ملهاش لازم هنا. وقفلت كده الكتف ده. بصوا. ده الظهر طبعا. وقادي الوش. هعمل ايه? هاجي الناحية التانية. وهوصل برضو بنفس الطريقة الخيط. من هنا من الحرف للعلامة. اقفل. ونرجع تاني مع بعض. واريها لكم برضو. بتجيب الغرزة الاولى اهي. مع الغرزة الاولى. وتوصلي الخيط. وتقفليهم برضو بنفس الطريقة. نحن الغرزة دي. الغرزة دي اهو يا بنات. ونقفلها بنفس الطريقة لغاية غرزة العلامة. ونرجع ان شاء الله بأمر الله مع بعض تاني. اهو يا بنات بعد ما قفلت. قفلت الناحيتين اهو. قفلتهم. ماشي. هعدل الشغل بقى بتاعي. واشتغل على الوش مش على الضهر. هنعمل دلوقتي الزعبوت بتاعه او الزنط او القبشو زي ما بتقولوا عليه. اهي الوش بتاعه اهو. ماشي. الوش دلوقتي بتاعه الزعبوت بتاعه في اه حتة متنية كده ومتدكك فيها الاستك او الحب. فاحنا هنراعي دي الاول واحنا بنوصل الخيط وبنشتغلها هنراعيها ازاي يعني مش هتشتغلي على البداية على طول. لا. هوريكو هنعمل ايه? نجيب بس الخيط اهو. ونوصل انا لغاية الجزء ده كده اخد مني بكرتين. زي ما قلنا هو مقاس تلات اربع سنين على حسب جسم البنت. او الولد. طبعا في الولد بتكبري شوية لان جسم البنت بيبقى اضعف من جسم الولد وانت هتشتغلي على المقاسات اللي عندك. بتجيب الخيط وما بتوصلهوش الاول على طول. لا بتعملي عدد سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة. اللي انت هتتنيها جوه الشغل. دي هتتنيها كده على الشغل. ماشي? اربع سلاسل اهم. نخليهم خمسة. لأ خمسة كتير. اربعة. اربع سلاسل. بعد ما عملت اللي اربع سلاسل هعمل ايه? هروح اوصل في الشغل هنا. واشتغل فوق كل غرزة من الغرز بتاعتنا دي. بصوا. السلاسل اهو. دخلت الابرة. ماشي? وعملت زي ما يكون دي اول غرزة سلسلة. لكأنها سلاسل الارتفاع اللي بنرتفعها. وبعدين ندخل نشتغل عادي غرزنا العادية. اهي. فوق الغرز. هشتغل على بنفس الغرز بتاعتنا. اهو. استنوا عشان انا بشتغل على الخيط اللي معي ده. اهو. هشتغل ايه بقى? هشتغل بجزء ده كده كده. وهنا كده على دي. كده 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 كده. لغاية ما وصل هنا. هخلصها دي كلها كده. لغاية ما وصل هنا. وارجع لكم عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض? وصلنا هي بنات لاخر غرزة. هعمل ايه? شفتوا الاربع سلاسل اللي عملناهم هنا في الاول. هنعملهم هنا في الاخر. واحد. واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام? بعد ما عملت الاربع سلاسل دول هعمل ايه? هعمل سلسلة واحدة. ارتفاع. وارجع تاني على الاربع سلاسل دول اربع غرز حشوة عادية خالص. اتنين. تلاتة. ايه دي الاربع سلاسل? غرز حشوة عادية. مش نفس الغرزة. وبرجع هنا هو اهو. بنوصل بعد ما عملت الاربع غرز. بشتغل الغرز بتاعتي عادي خالص. اهو. اهو. ليه الاربع سلاسل دول عملتهم كده? عشان دول هيتخيطوا كده جوه الشغل. وهدكك فيهم الحبل اللي هنقفل بيه. اللي يا بنات. هرجع تاني بقى زي ايه? زي ما احنا عملنا كده. هشتغل الدور كله. اهو. ونرجع مع بعض تاني. خلصوا الدور وارجع لكم. هنا برضو يا بنات بعد ما وصلنا اهو لنهاية الدور. برضو هيقابلنا الاربع سلاسل. هدخل اعمل فوق كل غرزة غرزة حشوة عادية خالص. الاربع غرز حشو. اهو. هطلق سلسلك ارتفاع ولف الشغل. واطلع برضو فوق كل غرزة حشو. غرزة حشو. في الاربعة. اتنين. تلاتة. اربعة. وادخل اكمل غرزي عادي خالص. اهو. فوق كل غرزة بقى الغرزة الحشو. التناقص بتاعنا. سلسلة. ايه دي تناقص تاني. وسلسلة. هفضل رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية لغاية مقاسك كبتشو. او الزعبوت او الطقية او او اللي انا عاوزيه. هفضل رايحة جاية رايحة جاية لغاية ما وصل للمقاس اللي انا عاوزيه. طيب لو انت عاوزيه ده لو انت عايزة مظبوط مش واسع. مش الموديل الاصلي في وسع شوية. طيب الوسع ده انا هعمله ازاي? انا هعمل خمس وحدات من اللي هما ملناش دعب الحشو ده خالص اللي هو العادي الاربع سلاسل دول الحشو دول ملناش على قبيل. ماشي? خلينا هنا في دول. ادي واحدة اتنين تلاتة. ماشي? وبعدين هنعمل بعد ما عملنا التلاتة دول هنعمل ايه? نعمل واحدة كمان. الربعة. سلسلة. بعدين هنعمل تزايد. طيب التزايد بيتعمل ازاي في الغرزة دي? انا خدت الغرزة دي من هنا اهيه. ماشي? هدخل تاني في نفس المكان. يعني انا المفروض اصلا ادخل اعمل غرزة العادية هنا وهنا. لا انا هدخل تاني في نفس المكان اللي خدت فيه اخر لفة. هاخد ادخل واخد لفة. وبعدين اللي بعديه هدخل واخد لفة. واقفل الغرزة وسلسلة. كده انا عملت واحدة زيادة بين اللي اتنين. هروح بقى اعمل غرزتي عادي خالص. هاخد واحدة هنا في النفس المكان ده. اخد لفة هنا. وفي اللي بعدها لفة. واقفل. كده انا حطيت هنا فيه واحدة تزايد هنا. وادي كده دي اول واحدة عملتها في العد الجديد. انا عملت هنا اربعة وبعدين تزايد. ادي واحدة كده. وبعدين ايدي تاني غرزة. وبعدين ايدي التالتة. وادي الرابعة. نعمل تزايد زي ما قلنا. هنعمل فين? هناخد واحدة من الغرزة اللي احنا لسه مخلصينها واحدة من البداية. تمام? يعني اصلا اصلا العادي بتاعنا ان احنا مفروض نشتغل هنا وهنا. في اللفتين دول. اقرب لكم الصورة. مفروض العادي ان انا اشتغل هنا. لو مش هعمل تزايد. طب عشان هعمل تزايد هاخد واحدة مع القديمة. واحدة هنا في الجديدة. ماشي? القديمة ما كانها فين احنا لسه طلعين بها من هنا وهدخل هنا واخد لفة. والجديدة اللي عليها الدور هدخل فيها واخد لفة. واقفل الغرزة واعمل سلسلة وارجع بقى اعمل ايه هنا تاني عادي مكاني الغرزة اللي عليها الدور. وهي الاولى من الاربعة. ماشي ايه دي كده دي الاولى. ايه دي التانية. ايه ايه دي التالتة. ايه دي الربعة. طيب بعد ما عملنا الاربعة هنعمل ايه? هنعمل واحدة تزايد تاني. التزايد بنعمله فين? زي ما قلنا هناخد لفة مع الغرزة القديمة. ولفة في اللي بعدها. ونقفل. وادي كده دي غرزة التزايد. نعمل تاني مكاننا بقى هنا هنعمل غرزتنا العادية. ايه دي لفة وادي التانية. ايه دي اول غرزة من الاربعة. هفضل ماشي كده. اربع غرز تزايد. اربع غرز تزايد. اربع غرز تزايد لغاية النهاية هنا. طبعا غرز الحشو دي ما لناش علاقة به. هفضل ماشي زي ما قلنا لغاية النهاية هنا. ونرجع تاني. اربع غرز تزايد. اربع غرز تزايد. بعد ما خلصت السطرة هولي في التزايد يا بنات هكمل غرز الحشو بتوعي الاربعة عادي غرز حشو عادية واحد اتنين سوري كنت برك كدر نكمل غرزنا الحشو زي ما قولنا الاربعة العاديين ادي واحد. اتنين تلاتة اربعة. سلسلة ارتفاع ونلف الشغل ونشتغل برضو الاربعة العاديين اللي فوق الاربعة. ادي واحد خدوا بالكم سلسلة الارتفاع غير معدودة انا نسيت اقول كده ملهاش علاقة. خالص. اتنين. تلاتة. اربعة. بعد ما عملت الاربع غرز حشو. هعمل ايه? هشتغل غرز يبقى عادي خالص. ما فيش بقى تزايد تاني. هو التزايد في السطر ده وبس. ده لو انت حابة ان الكابتشو زي ما قلنا يبقى فيه وسع. مش حابة هتطلعي من غير تزايد سطورك كلها. طيب هشتغل كم سطر يا اميرة? حسب الطول اه او حسب المقاس اللي انت حبايا. انا للمقاس ده هشتغل تقريبا اتنين وعشرين تلاتة وعشرين سنتي. انا هخلص ونقيسه مع بعض. ماشي هفضل رايحة راجعة رايحة راجعة بنفس الطريقة دي. فوق الحشو ده حشو بس عادي. وفوق الغرز الحشو المتناقص بتاعتنا نشتغلها عادي نفضل رايحين جايين. علشان نعمل الكابتشو بتاعنا. تمام? اخلصها ان شاء الله بقى امر الله وارجعلكم نقفلها مع بعض. نخلص الكابتشو في الجزء ده. واشوفكم بقى ان شاء الله بقى امر الله في الجزء التاني. نقفله مع بعض لان كده الفيديو هيبقى طويل قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة. ولو مش فاهمين حاجة او في حاجة نقصاكو. هستنى تعليقاتك وكمنتاتكو. آآ في التعليقات. وان شاء الله بامر الله هحطو لكم جزء التاني في صندوق الوصف. وفي اول كومنت.